لماذا يوم التروية لماذا يلبي فيه الحجيج ماذا يكون بعد يوم التروية يوم عرفة الحج عرفة الموعد العظيم عرب العالمين بعرفة فكأن البقاء بمنى يوم التروية واللهج بالتلبية فيها كأنه استعداد قبل الدخول على الملك والقرب منه هنا يعظم في قلبك شأن منا في اليوم الثامن خيل لو قيل لك ستدخل على حاكم البلد حفظه الله لكن انتظر في هذه الغرفة ساعات معدودة كيف سيكون حالك في هذا الوقت وأنت تنتظر الدخول على الملك تقطع كل الاتصالات تفكر كيف سأقابله ماذا سأقول له كيف سيكون حالي معه هكذا ينبغي أن يكون حال الحاج يلهج بالتلبية تلبية العبد المشتاق للقاء ربه جل وعلا تلبية العبد الخائف الخاشع ترجمة نانسي قنقر